وقت دايق جدا وظروف كتير معكسة يمكن يكون اهمها طبعا غياب ثلاثة من العناصر الاساسية مش بس عشان هم الحقيقة محترفين في الدولة الانجليزية بتكلم على صلاح طبعا على النيني على تريزيجي لكن كمان لان هم الحقيقة كانوا عناصر الاساسية وثبتة طول الفترة الاخيرة مع منتخبنا المصري لكن اللي موجود يسدوا اكتر الحقيقة والتشكيل اقرب للعب المباراة بكرة شناوي قدامه حجازي مع الوينش على يمين اكرم توفيق على الشمال عبد الشافي في النص طرق حامد السلية قدامهم محمد مجدي افشا على يمين زيزو على الشمال رمضان وقدام هيكون محمد شريف ده في ظني 90% يعني التشكيل اقرب ان كابتن حسام البدري يبتدي بيبكرة ما كانش كمان ممكن يكون بنسبة 100% لو مجدش جديد على كل احوال كل الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليها مع عاملة موسم اكتر من رائع نتمنى ان هم يكونوا جاهزين بدنيا وان شاء الله باذن الله نقدر نتجاوز اول مباراة الانطلاقة دي دائما تبقى صعبة ونتجتها بيتبني عليها المشوار انك انت تبتدي بتلت نقاط عزز من فرصك وتضعب من فرص انجولا بشوفه الحقيقة هدف من اهم الاهداف بتاعت مطش بكرة وان شاء الله منتخب مصر قادر على ان يفوز بالمباراة خليني اقول لحضراتكم وفكركم بجدول مطشات مصر في مشوارها في تصفيات المرحلة الاولى المتفقين للي ما يعرفش هنلعب مجموعات زهاب وعودة ست مطشات هنلعب فيهم مع انجولا وجابون وليبيا المباراة الاولى هتكون على ارضنا هنا اللي هي بكرة ان شاء الله الساعة تسعة مساء هتكون مع انجولا بعد كده نسافر بعد المباراة ومبشرة بطائرة خاصة للجابون عشان نلعب معاها على ارضها ان شاء الله يوم خمسة ناخد بريك شهر تسعة كله وبعد كده نرجع في اكتوبر بداية من ستة اكتوبر تحديدا نروح او نيجي تيجي ليبيا عشان تلعب معنا على ارضنا وبعد كده نسافر لها بعدها باربعة ايام غالبا مباراة تقام خارج ليبيا لم يتحدد مكانها حتى اللحظة هيكون معادها يوم عشر اكتوبر مباراة العودة مع ليبيا اما انجولا في انجولا فيكون معادها يوم الخميس ان شاء الله 11 نوفمبر ونرجع هنا نستقبل الجابون في اخر مطشطنا في المرحلة الاولى من تصفيات كاس العالم مع الجابون يوم 14 ان شاء الله على ارضنا هنا في القاهرة نتصدر المجموعة نروح للمرحلة التانية من التصفيات عشر منتخبات هيتأهله عن عشر مجموعات هتقام قرعة تجمع بين منتخبين من كل العشرة ومباراة ذهاب وعودة تحدد من الخمس منتخبات اللي ان شاء الله هيمثله افريقيا في كاس العالم 20-22 وان شاء الله مصر تكون واحدة منهم